نظمت القوات المسلحة احتفالية لتسليم شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تابع لمجلس الوزراء إلى الكلية الحربية وألقى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لواء أشرف سالم زاهر كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة التعليمية بالكليات العسكرية لإعداد أجيال تتسلح بأحدث ما وصل إليه العلم بجميع المجالات مما أسهم في حصول الكلية الحربية على العديد من الشهادات في مجالة الجودة الشاملة وتم منح شهادة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للكلية الحربية وإهداء درع الكلية لممثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد سناء راضي